تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجاز أخبار الآن أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفن ديم السورة الحاجة إلى بدء عملية سياسية بشأن سوريا بعد أن أوشكت محادثات أستانا على الانتهاء بنجاح وكد ديم السورة خلال اجتماع دولي بشأن سوريا على همش عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة أن معقلي داعش الرئيسيين في دير الزور والرقة على وشك التحرر تماما من داعش قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنشر قوات في منطقة إدلب شمال سوريا في طار اتفاق عدم التصعيد الذي توسطت فيه روسيا الشهر الماضي وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأنضالة التركية أن آليات ومدرعات تركية دخلت إلى المنطقة العازلة في معبر باب الهوى قرب الحدود السورية التركية في محافظة إدلب وتمركزت في المنطقة العازلة بين البلدين حررت القوات الأمنية العراقية منطقة وادي الكسير الشرق قضاء عانى غربي محافظة الأنبار بالكامل من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مشيرة إلى أن عداد من إرهابي داعش المتواجدين في المنطقة فروا باتجاه قضاء القائم وأضاف المصدر أن القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق مباني المنطقة المحررة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية والقوات المساندة لها أكد رئيس اليمن عبدربو منصور هدي اليوم أن الإنقلابيين ينفذون أجندة إيرانية للتوسع في المنطقة وأضاف هدي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران تقدم الدعم المادي للميليشيات الإنقلابية وترسل إليهم أسلحة وصواريخ وهذه الميليشيات تهدد الأمن والسلم في المنطقة والملاحة الدولية وأشار إلى أن تحالف الحوثي وصالح فرض الحرب على الشعب اليمني ورفض المسار السياسي قال وزير الخارجية الصيني وانجي يوم الخميس أن المفاوضات هي الحال الوحيد لأزمة كوريا الشمالية بعد أن أبدت الولايات المتحدة واليابان حذرا حيال الحوار مع بيونج يانج وقال وانج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن الأمل في السلام ما يزال موجودا ويجب عالم الاستسلام مشيرا إلى أن التفاوض هو المخرج الوحيد لتلك الأزمة غرقت سفينة مهاجرين في البحر الأسود ما أسفر عن قتل أربعة أشخاص كانوا على متنها بحسب ما قالت وكالة الأنباء التركية الرسمية اليوم وأضفت الوكالة أن حرس السواحل التركي يبحث عن ما يقدر بنحو عشرين مهاجرا مفقودين بعد انقلاب قاربهم في المياه نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر